السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كديري اللبس عليكم و الفيديو ديال يلقاكم في احسن الاحوال مرحبا بكم في شهيوات مينا اليوم ان شاء الله كيفما كتلاحظوا معايا غادي نشارك معاكم واحدة طريقة مختلفة و زوينة بزف بزف ديالة اللي باش تحضروا بالفلاء إلا كانت عندكم يعني بتوفرة بكثرة كتجي زوينة مكيتشبعش منها ترافقوها معا اي طبق حضرتو كتجي صارة حزوينة غادي نشارك معاكم الطريقة ديالة و جميع التفاصيل ان شاء الله باش تنجح معاكم كنتمنى يعجبكم الفيديو فرجة ممتعة نبدو على بركة الله هنيا عندنا الفلفلة الكيمية الي عندكم ديروها مكينتشي مشكلة هنيا عندي جوج مزيودات ديالة الفلفلة الحارة هي كتواتب الزاف مع الحار صفي هنا كناخدو الكسكاس وهنا كنديرو في هديك الفلفلة الي عندنا هدي واحد طريقة اخرى باش نطيبو الفلفلة من غير بانها تخل الفرن صفي كنحطوك المزيودات الي شفتو معايا هاكدا يالفوق و كندير القاملة ديالة الي كي تبت عليها الكسكاس و كندير فيها الماء إلا كان غاليا مزيان ما كانش ديرو فيها الماء بارد راه غادي غاليا من بعد صفي و كنغطي عليها و كنديرها فوق النار كنخلىها تقريبا واحد عشرين دقيقة كنحصل عليها بحالة تشكلها دا و تكون مغطيها يعني ضروري خاصة تغطى هنيا كنخوي عليها الماء البارد من الروبيني هاكدا كنخوي عليها انتو ملاحظو غادي نخلى على جنب حتى تبرد هاك الماء البارد كخليها تحتافظ علي اللون ديالها بانها باش ميختلفش اللون ديالها بزاف صفي من بعد كنديرها في بلاستيكا كيف ما كتلاحظو معي بحالة ديك الففل اللي كنشوف الفرن صفي و كنقطعوها بهالطريقة هادي انتو ملاحظو بانا كتقطع بسهولة نقول لكم انا عليش درتها في هالطريقة ديال الكسكاس ديال الفار انا حيث مكانش عندي مكتش مشعلة الفرن مكانش ضيجة مشعول والصراحة مع الحال السخون هادي يعني ما قديش نخبي عليكم مع الصاد يعني حيث عندي عير الفلفلة ما قدي نطيف فيه الخبز ولا تشي حاجة فضلت انني نفورها و ما نشعلش الفران على وديت الفلفلة اذا كشعلش فورتها بالنسبة لكم انتو ممكن ادهنوها بشوية ديال الزيت و اديروها في طاوة لك الفران ضيجة مشعول ولا بغين تشعلوه و اديروها في الطاوة شوفوا لاحظوا معي كيف اشكترها كتتقشر بكل سهولة كيف ما قد لكم ممكن تدهنوها بالزيت و اديروها في الفرن حتى تشوى صافوا كتحصلوا على نتيجة تهي مزيانة و احتى هذه اللي مفورها انتو ما كتلاحظوا معي تبارك الله يعني حتى هي كتتقشر بسهولة انا كيف ما قد لكم عرحي انتصاد و الحال سخون و صافوا بحالي عقزت نشعل الفران و درت هالطريقة ديالة التفوار تهي مزيانة انتم يعني مني كنخلوع لها داك الماء البارد يعني تهي كتتقشر يعني ساهلة و اخرها يعني فاش كندهنوها بالزيت و كندخلوها للفررة كتتقشر بسهولة اكتر ولكن حتى هذي عملية و تييم زيانة غير هذيك ديال فاش كندهنوها بالزيت و كنديرها في الفرن يعني بحالي الفلفلة كدوب و هذي ديال فاش كنفوروها يعني كتبقى شاد دراسة و كتبقى تبقى تبارك الله يعني بالهبرة ديالها صافوا هنا لاحظوا معي القشور ديالة كيفاش كنحيدهم يعني ساهلين ماشي شي حاجة صعيبة يعني شي حاجة مسلية صافوا الفلفلة ديالة انتم ما لاحظوا معي هكدا كنحيدوا لحتى الزرعة ديالها ضروري كنقشرها من زرعة ديالها صافي و كنقسموها على ما تقسموهاش مرباعات صرحة أنا عمرني ما قسمتها مرباعات و حتى اللي اخذيت من عندهم طريقة هذي هالطريقة هذي كيديروها الناس ديال جبالة عندنا في المغرب الزوج ديال الأخت ديالي هو اللي تعلمت من عنده هالطريقة هذي كيصيبها من الناس ديال تازة هنا يا لاحظوا معي من بعد ما قطعت فلفلة ديالتي كاملة هنا يا غدي نقول لكم واحد الواقع اطرات ليه انني هنا مردتش البال انني كنقطع فلفلة حارة ووقع ليه واحد المشكيل حرقتني ايدي بزاف بزاف لبنات انا انصحكم اللي درتوش يمزيود هكدا حار ديرو القفازات او ليقوا في ايديكم عدا قطعود ووزد واحد النهار مأساوي ما عندي ما نخبي عليكم هنا رشوفوا قنخدم بيدي وهذه قرهة سودانية ويعني خرجتها مني ما نكدبش عليكم العشية كاملة انتو مرها دبا ولتم من العائلة والله يعني العشية كاملة وانا يا قد حرقني ايدي دووزد واحد العشية مأساوية بسبب ديال هات السودانية اللي كتلاحظوا معي دبا قنقطع بيدي هي كدعطي للماذا قزوين وكدعطي ولكن عندكم تنسوا وما تديروش الى كتلاحظوا تخدموا بالسوداني حد دبا وقت هذا برها موجودة صراحة حنت يعني متوفرة دبا بيدي بكترة صاف هنا كنقطع هادو كجوج مزيودات ديال السودانية وكنضيفهم الفلفل اللي عندي صاف هنا كناخد المقلة كندير فيها الزيت هنا كتخدم عير بالزيت زيت العود يعني زيت الزيتون هي باش كناخدموه وكنديرو هاك ديال واحد الفصوص ديال التوم يكونوا ثلاثة كبار كنحكم في هذه الحكاكة هادي كتعجبني كتومة اللي كتخرج في هذه الحكاكة صاف هنا يكن نشحر شوية ديكتومة وزويت البلدية او زيت الزيتون صاف هنا وكنضيف الفلفل اللي عندي هانتومة وخطبة لكم فيها قطارات ديال الماء ان شاء الله كل شي غادي نشوف وغادي تجيزوينة لبنات ها الطريقة هادي عير جربوه على ضمان تيكيف مقتلكم انا راكي صيبة الزوج ديال الغتي راكي صيبة مكنت تشبعش منها وتعلمت الطريقة حتى وليتكن صيبة حتى انا صراحة تجيزوينة وقتستهلك الفلفلة ما تبقاش تخسر لكم في التلاجة هنا يا بالنسبة لي غادي ندير التوابل كنديرو فالقص بريابس كنديرو شوية ديال الهريسة انا درت الهريسة الجافية كتبغيت تجي شوية حارة وهادك الكامول لرشيت دابا سوف نديرو شوية ديال البزار و شوية ديال الملحكة فما كتلاحظو معايا وغادي ندير شوية ديال التحمارة هي ما خاصش تجي حمرها اريدك التحمارة قتتحمر لنا عريدك اتك الزيت اللي درنا فيها وهناي واحد المعلقة ديال الخلد الى توفر عندكم الحامضة طريق عصروفها واحد الحامضة سوف هادي نبقى نشحر هنا يا فلفلة ديالي لاحظو معايا وخيب لكم واحد شوية ديال الماو لكن يتنشوف ان شاء الله من بعد سوف نقضيها سوف نقضيها سوف نقضيها سوف نقضيها سوف نقضيها 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 فتحن قضيها سوف نقضيها سوف نسمع صفحته قليلاً وصفحته كل مرة نسيب كمية كمية ثلاثة سوف نسمع صفحته سوف نسمع صفحته ثلاثة نسمع صفحته سوف نقوم بوضع أشهرت سوف نقوم بوضع عن تبصيل ثلاثة هم أفضل ثلاثة مثل تبصيل نقوم بوضع ثلاثة تذكر ثلاثة حتى الاسبوح كل مره يبدو سوبرها كتجي زوينة بزف اي حاجة درتوها احطوها يعني حطو جوش طبيصلات ولا طبيصل رها كتجي زوينة بزف بزف صراحة كتجي مشيت كتجي منعيشة واحت هذه الحرورية ديك السودانية بحالي كطفية هذه الفلفل الكبيرة كانت منى ان شاء الله يعجبكم الفيديو تكونوا استفتمنوا ما سخيتش بكم وانتلاقوا فيديو جديد ان شاء الله